أهلا بكم، توفي اليوم الاثنين رئيس نادي الرمثة الأسبق عبد الحليم سمارة بعد صراع طويل مع المرض وكان الراحل عميد رؤساء أندية العالم واستمرت فترة ترأسه لنادي الرمثة أكثر من خمسين عاماً تخللها الكثير من الإنجازات الرياضية أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة مباراة الوحدات والفيصل يوم الجمعة المقبل على استاد الملك عبد الله الثاني بدون جماهير قال الاتحاد أن القرار جاء بناء على طلب الجهات الأمنية حفاظاً على سلامة أركان منظومة كرة القدم يذكر أن المواجهة تقام ضمن الدور الربع النهائي من كأس الأردن على أن يتكرر لقاء الفريقين على الملعب ذاته نهاية الشهر الحالي ضمن منافسات دور المحترفين أكد نادي الفيصلي تسديد مستحقات الأرجنتيني فاسكيز المحترف السابق في فريق كرة القدم كشف الناتق الإعلامي باسم النادي أمجد المجالي عن تحويل المبلغ المستحق لللاعب بالكامل كما جرى سحب الشكوى رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم وعليه فإن الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة الأسيوية تمضي في الاتجاه الصحيح وبما يضمن مشاركة الفيصلي في البطولة الأسيوية المقبلة ودع المنتخب الوطني تحت سن 17 عاماً التصفيات الأسيوية بخسارته أمام نظيره الياباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى وأحل المنتخب الوطني ثالثاً في المجموعة التي استضافها الأردن حيث جمع فريق المدرب عبدالله القططي خمس نقاط بالتساوي مع تركمانستان وسوريا التي تتفوق بفارق الأهداف فيما تأهلت اليابان في الصدارة بالعلامة الكاملة تغلب المنتخب الوطني نسوي لكرة القدم على نظيره المصري بهدف دون رد في اللقاء الودي الثاني والذي جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة وبهذا الفوز اختتمت النشميات المعسكر التدريبي في مصر والذي يأتي تأهباً لخوض التصفيات الأولمبية في نيسان المقبل وكان المنتخب قد خسر في اللقاء الودي الأول أمام مصر بهدف نظيف شاهدت مباراة منشستر يونيتد وأفرتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الإنجليزي الممتاز تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لهدفه الأول بالنسخة الحالية من البطولة وبهذا الهدف وصل رونالدو لرقم تاريخي يتمثل بتسجيله 700 هدف مع الأندية التي مثلها دخل رونالدو للملعب بديلاً بعد إصابة الفرنسي أنتوني مارسيل ليسجل الهدف الثاني لليونيتد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز رفاق رونالدو بهدفين لهدف يواصل الإسباني الشاب كارلوس الكراز تصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الذي صدر اليوم الاثنين رغم خسارته في الدور الأول من بطولة أستانا بدوره حافظ الإسباني رفايل نادال على الوصافة علماً أنه لم يلعب هذا الأسبوع فيما يحل النرويجي كاسبر رود ثالثاً وتعد إسبانيا أول دولة يحصل لاعبان منها على المركزين الأول والثاني في التصنيف منذ الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000 علماً أن الصدارة الثنائية لالكراز وندال تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك ليلة شكراً سميحة